بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسأذك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة دروس أنوار لا إله إلا الله لا تنسوا بأننا عقدنا هذه الدروس لأمر أربعة أولا امتثالا لأمر الله تعالى لأنه قال جل من قائل فاعلم أنه لا إله إلا الله فوجب علينا أن نعلم وأن نتعلم وعقدنا هذه الدروس ثانيا من أجل تثبيت الإيمان في القلوب ففي زمن كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات المؤمن والمسلم بحاجة إلى تثبيت إيمانه نسأل الله عز وجل أن نجعل هذه الدروس تثبيتا لإيماننا جميعا ثم الأمر الثالث هذه الدروس جاءت لأجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد وهي توحد الكلمة والأمر الرابع الأخير إنما جاءت هذه السلسلة لتزيد حب الله تعالى في القلب لأن كثرة ذكر المحبوب إنما تضرم جذوة الحب في القلب عنوان درسي اليوم لا إله إلا الله عند الاحتضار يا رب يا رب يا رب نسألك أن تجعل لا إله إلا الله أنيستنا عند آخر لحظة من لحظات حياتنا اللهم اجعلنا نحيا مع لا إله إلا الله ونموت مع لا إله إلا الله ونبعث مع لا إله إلا الله وندخل الجنة مع أهل لا إله إلا الله اللهم اجعلنا نحيا لخدمة لا إله إلا الله ننافح عن لا إله إلا الله واجعل لا إله إلا الله تنافح عنا في الآخرة عنوان درسي اليوم لا إله إلا الله عند الاحتضار ذكر العلماء أيها الإخوة أنه يجب على المحتضر ومن في حكمه أن يتوب إلى الله تعالى لأن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وينبغي لمن حضر عند محتضر أن يذكره بلا إله إلا الله لتكون آخر كلمة من كلامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال النووي المراد بالموتى في الحديث المحتضرون الذين هم في سياق الموت سموا موتى لقربهم من الموت والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم أي ذكروا المحتضر لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة طبعا لا يقال للمحتضر قل لا إله إلا الله أو يلح عليه بها وإنما يقال أمامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لعله يتذكر فينطق بهذه الكلمة فإذا قالها فلا تكلمه بشيء لتكون خاتمة كلامه بالطبع يا أخوان من عاش على شيء مات عليه من عاش ولا إله إلا الله مستحوذة على قلبه اعتقادا وعلى عقله فهما وعلى حياته سلوكا وعلى روحه نورا وعلى لسانه نطقا هذا بإذن الله بإذن الله يرجى له أن تكون لا إله إلا الله أنيسته في آخر لحظات حياته من عاش على شيء مات عليه لكن لا سموح الله إذا واحد عاش بعيدا عن لا إله إلا الله سلوكه لا ينبي عن لا إله إلا الله فهمه لا ينبي عن لا إله إلا الله قلبه لم ينعقد على لا إله إلا الله لسانه قل أن ينطق بلا إله إلا الله كيف سيذكر هذه الكلمة؟ نسأل الله عز وجل حسنا الختام يا رب لنا جميعا وقال العلماء يندبوا قراءة سورة ياسين عند المحتضر لما روى أحمد في مسنده عن صفوان قال كان المشيخة يقولون إذا قرئت ياسين عند الموت خفف عنه بها وبه قال الشافعية والحنابلة وزاد الحنابلة قراءة الفاتحة كمان عند المحتضر وكره القراءة المالكية يوجه المحتضر للقبلة عند شخوص بصره إلى السماء مطجعا على شقه الأيمن ويصح أن يكون وجهه موجها إلى القبلة وظهره مستلقيا على قفاه ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة يعني يا أما منخلي جنبه اليمين هكذا متجه إلى القبلة يا أما نضع قدمه باتجاه القبلة وهو مستلقي على ظهري ونرفع رأسه شيئا بوسادة يعني كما يسل الحاضر أن يتعاهد بل حلق المحتضر بماء أو شرب فإن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة اللهم اجعل لا إله إلا الله سهلة علينا عند آخر ساعة من ساعات حياتنا يا رب ويستحب للصالحين ممن يحضرون عند المحتضر أن يذكروا الله تعالى وأن يكثروا من الدعاء له بتسهيل الأمر عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريضة أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم وإذا مات تولى أولى أهله به أو من ينوب عنه غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه الآن سأعرض عليكم أيها الإخوة بعد هذه المقدمة مجموعة آثار في أحوال أناس كانوا في الاحتضار كيف كانت علاقتهم مع لا إله إلا الله هذه الآثار أخذتها من كتاب لابن أبي الدنيا للحافظ ابن أبي الدنيا عنوانه المحتضرين اخترت لكم منها أشياء لتنفعنا ولتحثنا على العمل ولتشحذ همامنا للتمسك بلا إله إلا الله قولا وفعلا وحالا عن أنس بن سيرين قال شهدت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحضره الموت فجعل يقول لقنوني لا إله إلا الله فلم يزل يقولها حتى قبض رحمه الله سبحان الله الله يرضى عن سيدنا أنس بن مالك الله يرضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يرضى عن من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين بدل ما الناس اتلقنوا هو هو يقول لقنوني لا إله إلا الله لقنوني لا إله إلا الله نديش مساكين نحن يا أخوان والله إذا بتزيد صلتك مع الله إذا بزيد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون آخرتك أحلى بكثير من دنياك هو يذكر من حوله بدل أن يؤخذ عن نفسه وعن حاله هو من حوله إذا نسه هو أن يذكرون رضي الله تعالى عنه كيف لا وسيدنا أنس بن مالك قال إني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر رضوان الله تعالى عليهم وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معهم قال أبو عمران الجوني أوصاني أبو الجلد أن ألقنه لا إله إلا الله والله منيحة شوف الصالحون يعني بيقولوا لأصحاب للصالحين من أصحابهم دخيلة فمعيدة فإذا أنا احتضرت تعال عندي وقل أمامي لا إله إلا الله قال أوصاني أبو الجلد أن ألقنه لا إله إلا الله فكنت عند رأسه وقد أخذه كرب الموت فجعلت أقول يا أبو الجلد قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله بها أرجو نجاة نفسي لا إله إلا الله بها أرجو نجاة نفسي لا إله إلا الله ثم قبض ما أجمل هذه الخاتمة يا أخوان لا إله إلا الله ما حسن ظن بحضرة الله تعالى ورجاء منه أن ينجيه روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في بيتي ويومي وبين سحري ونحري كانت قد أسندت رأسه الشريف إلى صدرها رضوان الله تعالى عليها وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت دخل علي أخي عبد الرحمن وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري وبيده سواك فجعل ينظر إليه عبد الرحمن بيده سواك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك فعرفت أنه يعجبه ذلك فقلت آخذه لك فأومأ برأسه أي نعم فناولته إياه فأدخلته في فيه فاشتد عليه قاسي السواك مازال قال فتناولته فقلت ألينه لك فأومأ برأسه أي نعم فلينته له ضغطته بأسنانها فأمره وبين يديه ركوة أو قالت علبة وعامة فجعل يدخل يده فيها ويمسح بها جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم هو إن علينا سكرات الموت قال ثم نصب يده صلى الله عليه وسلم يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى حتى قبض صلواته ربي وسلامه عليه ومالت يده ذلك لأن جبريل خيره بين أن يبقى في هذه الدنيا وبين أن ينتقل إلى حضرة الله تعالى فاختار الرفيق الأعلى عن محمد بن علي أن علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه لما ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضه الله الله يلحقنا بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبسيدنا أنس بن مالك وبسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم ثم إنه اشتغل بلا إله إلا الله لما كان عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه قال أجلسوني قال فأجلسوا فجعل يقول أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله قال ثم رفع رأسه فأحد بصره ثم قال إني لأرى حضرة ما هم إنس ولا جن ثم قبض ما شاء الله الله يحسن ختامنا يا أخوان سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي جعل الله تعالى على يديه نشر العدل في الأرض ونشر الخير والبركات في الأرض قال لما احتضر حوله أهله قال أجلسوني فجلس قال أنا الذي أمرتني فقصرت يكلم من ما له شايف حدا من الجالسين يكلم ربه أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت ثم أحد بصره وقال إني لا أرى حضرة ما هم إنس ولا جن إذا لا إنس ولا جن من هدون الملائكة ملائكة جات لتشهد قبض روح سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما حضر سيدنا عمر بن العاص سياق الموت رضي الله تعالى عنه جعل يبكي وولى وجهه الجدار وجعل ابنه يقول ما يبكيك يا أبتي أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه وقال إن أفضل ما تعد علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله ترى ما في أعمال خيرة ما في أعمال صالحة هو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بذل ما بذل مع رسول الله قال أنا ما عندي أعمال صالحات إن أفضل ما تعد علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عن رسول الله فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار ديروا بالكم إذا أنا بموت تطلع وحدة تولو إلى المطعية لأنه النياحة من أعمال جاهلية ولا نار هكذا كان اليهود لأنه يمشون وراء الميت وإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنن يعني ارموه هكي رشا وأقيم عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه مجمع واحد يتبع خاروف أو بقر ويوزعه يعني أريب ساعة زمان حتى آنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربه إذن أفضل ما يعده وسيدنا عمر بن عاصر صلى الله تعالى عنه للقاء ربه لا إله إلا الله عن أبي معشر قال دخلنا على إبراهيم النخعي حين ثقل فجعل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال فلما زاد ثقلا جعل ينقصه حتى قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ثم قضاه ما عند قدر يكمل ما عند قدر يتكلم قالت أم الدرداء لما نزل بأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما الموت بكى وقال هذه آخر ساعاتي من الدنيا لقنوني لا إله إلا الله قال فلم يزل يرددها حتى مات الله يرضى عن الصحابة أي طراز من الناس هؤلاء قال أبو أسحاق الفزاري لعبد الله بن المبارك يا أبو عبد الرحمن كان رجل من أصحابنا جمع من العلم أكثر مما جمعت وجمعته عبد الله بن المبارك عالم الأمة وأبو أسحاق الفزاري صاحبه كمان عالم قال له في رجل كان من أصحابنا جمع علم أكثر مني ومنك فاحتضر فشهدته فقلت له قل لا إله إلا الله فجعل يقول لا أستطيع أن أقولها يا لطيف قال ثم تكلم فيتكلم كلام عادي يحكي بس نقول له قل لا إله إلا الله يقول أنا ما عم بقدر أقوله قال ذلك مرتين فلم يزل على ذلك حتى مات نسأل الله سلام مات ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله بينما يقول كلام آخر قال فسألت عنه فقيل كان عاقا بوالديه فظننت أن الذي حرم كلمة الإخلاص لعقوقه بوالديه يا لطيف ديروا بالكم يا شباب ديروا بالكم يا بنات ديروا بالكم يا رجال ديروا بالكم يا نساء حرم الرجل من لا إله إلا الله بعقوق والديه الله أعلم قال الربيع ابن برة رأيت بالأهواز رجلا يقال له وهو في الموت يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل يغني ولا يقولها يا لطيف يموت المرء على ما عاش عليه إذا عايش على الأغاني والرأة السامحة عايش على إضاعة الأوقات عايش على التهريج عايش على التجرد والتخلي عن كل ما تأمره لا إله إلا الله يقوال له قل لا إله إلا الله قال فجعل يغني ولا يقولها قال ورأيت بالشام رجلا يقال له وهو في الموت قل لا إله إلا الله فقال اشرب واسقهي يا لطيف وقد قيل لرجل هاهنا بالمعر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد لغبت كيف الطريق إلى حمامي منجابي يعني كمان عم بغني الله يستر معناته داك كان شارب خمر عم يقول له قل لا إله إلا الله قال له نشربوا ضيفوني ضيفوا إله وسقي والتاني عم يقول له أنه قل لا إله إلا الله عم بغني يا رب قائلة يوما وقد لغبت كيف الطريق إلى حمامي منجابي يتشبب بالنساء ويتصبب بالنساء في آخر لحظة في حياته الدنيا عن أبي حفص قال دخلت على رجل وهو في الموت فقلت قل لا إله إلا الله فقال هيهات حيل بيني وبينها الله أكبر الله أكبر يا رب يا رب اجعل قلوبنا ناطقة بلا إله إلا الله لا تحول بيننا وبينها يا رب لا في الدنيا ولا في الآخرة بس يا أخوان شدوا همتكم نصيحة نصيحة إذا واحد مقيم على معصي يتركه نصيحة إذا واحد مقيم على نظر إلى الحرام يتركه نصيحة إذا واحد مقيم على جلسات بالحرام يتركه نصيحة إذا واحد مقيم على أكل ما الحرام يتركه ترى والله الأمر صعب يا أخوان ستون سبعون سنة ونحن ننضي من هذه الحياة الدنيا والله أعلم أكثر وأقل لكن هناك بعد الحياة الدنيا سيحيا حياة دائمة إن في جنة أو في نار نسأل الله السلام لنا ولكم عن ابن أبي رواد قال قيل لرجل عند موته قل لا إله إلا الله قال هو كافر بما تقول استغفر الله العظيم أم يقول لا إله إلا الله أم قال لهم أنه أنا بس هو يعني قال هو كافر بهذه الكلمة من عاش على شيء مات عليه عن خزيمة أبي محمد العابد قال مر مالك ابن دينار على رجل فرآه على بعض ما يكره فقال يا هذا اتق الله قال يا مالك دعنا ندق العيش دقة هلأ عزي هلأ وأتي هلأ شبوبيتي هلأ صبوتي هلأ أنا بدي كيف أروي خيرا شامل قال فلما حضرت الرجل الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله قال إني أجد على رأسي ملكا يقول والله لأدقنك دقة يا لطيف هو الإمام مالك لما رأى على شيء يكرهه يقول له تب إلى الله يا أخي قال دعني يا مالك أريد أن أدق الحياة دقة لما احتضر كانوا يقولوا أدامه لا إله إلا الله فيقول إني أجد على رأسي ملكا يقول والله لأدقنك دقة الله يسلمنا يا أخوان الله يسلمكم يا أخوان الله يسلمنا جميعا يا رب يا رب حضرنا مجالس هذه العلم حضرنا لا إله إلا الله من أجلي أن تكون معنا في آخرتنا عن عبد العزيز بن أبي رواد قال حضرت رجلا في النزع فجعلت أقول له لا إله إلا الله فكان يقول فلما كان في آخر ذلك قلت له قل لا إله إلا الله قال كم تقول إني كافر بما تقول استغفروا الله العظيم قال وقبض على ذلك فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنما هي أوقعته هلأ نحن يا أخوان كلها تنزلوا أقدامنا الله يحن عليكم يا جماعة الدنيا رمضان الدنيا إقبال على الله الدنيا توبة الدنيا أبواب مغفرة مفتوحة الدنيا أبواب جنان مفتوحة الله يحن عليك إذا مقيم على ماصي اتركها والله الأمر جد والله الأمر قوي وقاس والله الأمر سعادة أبدا أو شقاء أبدا نصيحة يا أخي الآن اليوم اليوم اترك المعصي وقل يا رب أنا تائب إليك عائد إليك والله الله بعينك لا تخاف لا تخاف إياك نعبد وإياك نستعين الله بعينك على التوبة وعلى الإقبال عليه حدثنا جعفر قال شهدت أبا عمران الجوني وهو في الموت قال فدخل عليه أيوب السختياني فقال لابنه لق أباك لا إله إلا الله فقال أبو عمران لابنه ما يقول قال قال لق أباك لا إله إلا الله فقال أبو عمران يا أيوب أبو عمران هو المحتضر قال يا أيوب إنها أمامي لا أعرف غيرها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يهرنيك يا أبا عمران الجوني بدون يذكروا أنه قول لا إله إلا الله عم يحكي لأب العالم عم يحكي لأبنه لق أباك لا إله إلا الله فالأب المحتضر قال له للابن شو عم يقول قال له آل عم يقول لي أنه لقنك لا إله إلا الله فقال له يا أبا أيوب لا إله إلا الله أمامي لا أعرف غيرها ما شاء الله لكن من عاش على شيء مات عليه من عاش على شيء حشر عليه من عاش على شيء جمع مع أهله وعن أبي مطيع قال أتيت باب سوار فإذا هو قد حجب وهم يقولون شاكي مريض يعني مرض شديد فدخلت عليه فإذا هو يقول هو يعلم أني لا أرجو إلا إياه لا إله إلا الله يا سلام هيك آخر 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 كلمات في الدنيا من هو؟ يعني الله هو يعلم أني لا أرجو إلا إياه لا إله إلا الله يا أيها الإخوة هذه مجموعة آثر سقتها إليكم بأحوال لا إله إلا الله مع أناس محتضرين نسأل الله العظيم أن يجعل لا إله إلا الله عليها حياتنا وعليها مماتنا وعليها حشرنا وعليها نشرنا وأن يدخلنا الجنة مع أهلها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة